تقارير هذه بالحقيقة تتكلم عن ما يحدث في جنوب الجزائر عن ما يحدث في مالي، نيجر، شاد، بوركينافاسو هذه البلدان الأربعة بشكل أساسي عن جرائم مروعة ترتكبها جنود هذه البلدان ضد مواطنيهم من اللون الآخر خاصة في النيجر وفي مالي قام جنود مالي بعمليات قتل مروعة ومجازر مروعة ضد المدنيين في شمال مالي كما قام بذلك جنود نيجريين وبركينافاسو وفي الغالب تكون هذه المجازر تقريبا كلها وهذا القتل ضد قبائل تارقية وقبائل عربية هناك في تلك المناطق قبائل وقبائل مختلطة يعني أحيانا أيضا قبائل من إخواننا اللي هما في الحقيقة مختلطين ما بين الصمر والبيض هناك أي المختلف الحكومات المركزية في نيامي عاصمة النيجر أو في ماباكو عاصمة مالي في الغالب لديها عنصرية شديدة ضد قبائل الشمال وهذه العنصرية تعود إلى عشرات سنين وخاصة منذ خروج الاستعمار الفرنسي فرنسا ضمت مناطق هائلة إلى النيجر وإلى مالي من الصحاري وإلى تشاد وهم لا علاقة بهؤلاء القوم بالقوم الذين يحكمون في الجنوب سواء في مالي أو في النيجر والحقيقة أن هذه الأعمال ليست جديدة ولكنها عادت بقوة بعد أن قامت جماعة تسمى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ويقودها شخص يسمى إياد غالي وهذا إياد غالي عنده علاقات مرتبطة بالنظام الجزائري وهذا موضوع فيه كثير من التدخلات مش رح نتكلم عليه اليوم وربما نخلي للمرة القادمة أو في الأيام القادمة باش نتكلم عليه واللي همنا ربما فيه جزء آخر مرتبط معه طبعا هذه البلدان اللي هي بوركينا فاسو ونيجر مالي وموريطانيا واتشاد هما اللي يسموهم الجروب دوسينك مجموعة الخمسة ومجموعة الخمسة هما اللي تقودهم الفوق في فرنسيين فرنسا والولايات المتحدة وهذه من الدول الخمسة تريد فرنسا أن تكون والولايات المتحدة أن تكون هذه الجنود هؤلاء الجيوش هم اللي يقوموا بعمليات القتل وعمليات ما يسمونها محاربة الإرهاب تحت إدارة فرنسية أمريكية وما جاء هنا ربما لنعود إلى نقطة أساسية هي نقطة ما جاء في تعديل العصابة اللي رهي تسعى إلى تعديل الدستور وأهم شيء فيه أهم شيء في هذا التعديل إضافة إلى كوارث أخرى لكن أهم كارثة هي أنهم قرروا فيه مبدأ إرسال الجيش الجزائي خارج الحدود لأن هذه الجيوش الجيوش الخمسة لهذه البلدان وحتى المجموعات أو الجيش الفرنسي اللي كان متواجد يدخل في حرب استنزاف الفرنسيين لما غزوا مالي في 2013 شمال مالي باسمه حاربة الإرهاب مثلما كانوا يحاربون الإرهاب في الجزائر كما يقولون قبل 60 سنة عندما بدأوا هذه العمليات كانوا يظنوها أنها لعبة لكنها مع الأيام تبينت لهم أنها استنزاف وقتل الفرنسيين لحد الآن عشرات الجنود والضباط وسقطت لهم عدة طائرات خاصة هليكوبتر وتلقوا ضربات كثيرة هناك بغض النظر عن خصمهم يعني خلينا من المجموعات التي تقاتلهم لأن المجموعات التي تقاتل الفرنسيين هي مجموعات متعددة فيها مجموعات إسلامية فيها مجموعات متشددة فيها مجموعات ترقية فيها مجموعات أخرى لا علاقة لها بالإسلامين ولا بالتورق وإنما تدافع عن قبائلها إذن هناك مجموعات متعددة في صحاري ممتدة شاسعة ملايين الكيلومترات نحن نتكلم عن ملايين الكيلومترات المربعة مالي، نيجر، تشاد أقل شيء في هذه المناطق حوالي 3 مليون كيلومتر مربع إذا أخذنا جزء من موريطانيا، مالي، تشاد، والنيجر وجزء من بوركينافاسو إذن مناطق ممتدة، صحاري قاحلة، طبيعة ومناخ صعب للغاية فطبعاً الجيوش الغربية في هذه الأوضاع ليس سهلة بالنسبة إليها فهي وضعت هذه الدول الخمسة وسموهم الجروب دوسانك لكن الجروب دوسانك هذا والذي إنشاء منذ عدة سنوات ظهر أنه ليس فقط فاشل وإنما يقوم بعمليات انتقامية كل ما يموت جندي أو دركي تقوم مجموعة من المجموعات التي تقاتل هذه المنظمة تقوم بقتل دركي أو جندي أو 2 أو 5 المرة الأخيرة 20 20 دركي من مالي يقوم الجيش المالي المشكل أساساً من ذوي البشرة الصمراء بالانتقام من التوارج من القبائل الترقية والقبائل العربية المقيمة هناك وبالانتقام يهرب شباب هذه القبائل خوفاً من أن يقوموا يقتلونهم يهربوا إلى المجموعات التي تقاتل الأنظمة مما ضخم هذه المجموعات وأصبحت مجموعات كبيرة هذا الوضع أدى أن الفرنسيين خرجوا بقناعة مع الأمريكيين أيضاً أن هذه الجيش لن تستطيع أن تهزم هذه المجموعات لكلها يسموها مجموعات إرهابية بغض النظر على أنها مجموعات مختلفة كما قلت فيها الأزواد العلمانيين فيها المجموعات الإسلامية المعتادلة فيها المجموعات الإسلامية المتشددة فيها مجموعات أخرى تشكلت كقطع طرق فيها مجموعات قبلية إلى آخره كلهم يسموهم إرهاب وبما أن هذه الجيوش فشلت فالآن نتيجة لأن لدينا نظام غير شرعي وغير شعبي التبون مزور جابوه العسكر مكاشي شرعية فماذا يفعل التبون وجنيرالات أو قل ماذا يفعل الجنيرالات مع التبون يقدمون خدمات أو يعرضون خدماتهم للقوى الكبرى مقابل تدعموننا كنظام حاكم كحكومة ونحن نساعدكم في محاربة ما تسمونه بالإرهاب والإرهاب بين قوسين للحد الآن الأمم المتحدة لم تستطع أن تجد له تعريف هناك أكثر من 220 تعريف موجود لما يسمى الإرهاب الإرهاب الآن هو ما تقول فرنسا أو الولايات المتحدة أنه إرهابي ما تقول أنه إرهابي فهو الإرهاب بهذه وش يديرهما عندهم عصفرين بحجر وشنهما العصفرين بحجر إذا طبعا الجيش الجزائري سيقوم الجنيرالات بإرساله إلى هذه الصحاري النيجر تشاد مالي بوركينافاسو موريطانيا حيث المصالح الفرنسية وأمريكية مثلا في النيجر هناك مصالح لشركة تسمى شركة آريذا وشركة آريذا هذه هي التي تصنع السياسيين في النيجر ومن تغضب عليه شركة آريذا فإنه لن يستطيع انتهى مستقبله حينما غضبوا على أحد الرؤساء الرئيس ما قبل هذا قبل سنوات غضبت عليه شركة آريذا لأنه قام بعلاقات اقتصادية مع الصين علاقات واسعة حدث انقلاب ضده وأطاحوا به شركة آريذا هذه هي شركة التي تستخرج اليورانيوم من النيجر وفرنسا حوالي 50% من احتياجات فرنسا لما فعلها النووية تأتي من النيجر أساسا بما أنه إذن هذه الجيوش فاشلة بل بالعكس رهي تعمق وتكبر في المجموعات التي تحاربها نتيجة الانتقامها من القبائل وانتقامها من المدنيين فإنهم الآن يدفعون بالجيش الجزائري إلى هذه السحاري وإذا دفعوا بالجيش الجزائري إلى هذه السحاري فنحن أمام حالة من حالتين إما أن ينجح في القضاء على هذه الجماعات وبالتالي يرسخ النفوذ الفرنسي والأمريكي في هذه المنطقة بمعنى أنه نكون نحن دينوفو تيرايير ألجيريا تيرايير جديد مقاتلين جديد كما كانت تفعل فرنسا بالجزائريين أما إذا فشل الجيش الجزائري وهذا هو المرجح بكل أسف لأنه باختصار بسيط لأنه باختصار بسيط إذا كان الجيش الفرنسي والجيش الأمريكي بكل ما لديه من إمكانيات وقدرات يفشل الآن في مواجهة هذه المجموعات هناك فكيف للجيش الجزائري أن يواجه هؤلاء في سحاري طاهلة إذن إذا فشل لقدر الله الجيش الجزائري وفق نظريتهم فإن هذا يسهل تكسير الجزائري هناك استراتيجية قائمة اليوم لعل الرعي الأكبر انتاحها أو المباشر الواضح هي دولة الإمارات وهو أن كل شعوب كل شعوب هذه المنطقة سميها شمال إفريقيا الشرق الأوسط سميها المنطقة العربية سميها ما شئت لكن كل شعوب هذه المنطقة يراد لها أن تحكم حكم استبداد حتى تبقى متخلفة ورديئة وحينما تنتفض يقومون بثورة مضادة إذا نجحت نكون في حالة السيسي وإذا فشلت نكون في حالة ليبيا واليمن أي أنه في كل الحالتين إما تحكم كمشة من الجنيرالات الفاشلين تماماً ويقمعون كل صوت ويضعفون البلد إضعاف شديد أو يدخلونك في حالة من الفوضى العارمة حتى يخرجوك من التاريخ اليمن اليوم خارج تاريخ ليبيا اليوم تعاني معاناة شديدة ولولا التحاق الأتراك بالدفاع عن الحكومة الشرعية المدعومة من الثوار لكانت ليبيا أسوأ من اليمن أو يراد لها أن تكون أسوأ من اليمن هذا هو ما تقوم به الإمارات لكن الإمارات لا تقوم هذا لذاتها لنفسها صحيح هي مستفيدة لأن هناك عشرات الملايين من الدولارات تهرب إليها من هذه البلدان التي هي في أوضاع كارثية ولكنها تقوم بهذا أيضا للقوى الاستعمارية فما يراد للجيش الجزائري نتيجة لهذه التغيير في الدستور هو أن يكون عصى في أيدي القوى الكبرى القوى الاستعمارية فيمكن لها مصالحها ويمكنها من استمرار استعمارها لهذه البلدان كما كانت تفعل قبل خمسين ستين سنة أو ينهزم الجيش، ينكسر الجيش، فتنكسر الجزائر تبعا لذلك ويتم تهديمها وتحطيمها كما فعلوا باليمن وكما يفعلون بليبيا اليوم وكما يفعلون باليمن ومزل المستمر والسوريا والعراق أنا أفرق هنا طبعا ما بين ثورات الشعوب التي تريد تغيير الأوضاع إلى الأحسن والإيطاحة بنظام فاشل مثل ما هو الحرك اليوم في الجزائر وبين أنظمة فاشلة تتحول فيما بعد أو تحول بلدانها إلى هذه الكوارث هذا هو ما يراد اليوم للجيش الجزائري وهذا هو التعديل الأساسي في الدستور في بعض الأفاضل قالوا لي لماذا لم تعلقوا على باقي النقاط الأخرى في الدستور والحقيقة أنا رأي فيها أن لا ندخل معهم في عمل أصلا نحن نعتبر أن نظام هذا نظام غير شرعي ونظام باطل وما بني على باطل فهو باطل لكن مع ذلك وكما يقال فقط من ناحية الجدلية جدلا إن شاء الله أيضا في الأيام القادمة ربما أرجع لبعض النقاط التي ذكرت في هذا التعديل ليس من مبدأ أننا نناقش دستورهم ولكن من مبدأ أن نثبت أنهم في الحقيقة يسعون إلى مزيد من الدكتاتورية ومزيد من الاستبداد ومزيد من الاستحواذ على السلطة وفق مبدأنا أن نغيرنا الدستور لكي يكون لمصلح الشعب هذه بداية لكن سأعود لهذا الموضوع ما يجري في جنوب الجزائر ما يجري في مالي والنيجر والشاد وما يراد للجيش الجزائري وما هي الأهداف المتوخات من التواجد الفرنسي الأمريكي ولماذا يريدون الدفع بالجيش الجزائري إلى حروب أن يقاتل إخوانا من أجل مصالح استعمارية وحتى إذا لم يكنوا إخوانا أن يدخل في حروب ليس لنا فيها ناقة ولا جمل ليس لنا فيها مصلحة هذا هو سأتحدث عليه أيضا مزيد في الأيام القادمة خاصة بعد أن أستجمع وأعود إلى كل هذه التقارير اللي هي في الغالب تقارير غربية وتتحدث عن ما يجري في المنطقة الحقيقة بين الصحفيين اللي نرى مكتبين في هذا الموضوع لمن يريد أن يتطلع ناتالي بريفوست وريمي كارايون وهؤلاء من بينهم لكن فيها آخرين أيضا سنعود لهذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر شكرا